العد التنازلي عشرة مشكلات أو عشر مشكلات تواجه متحد الإعاقة في مصر اللي بيعانوا من أمراض تعوق حياتهم اللي بنسميهم المعاقين واللي بنحب بنسميهم متحد الإعاقة دائما عشرة أمور يجب أن نتوقف عندها عشر ظواهر عشر مشكلات نبدأ بالعشر عاشرا اختلاف الأعداد بمعنى نولا يوجد حصر واضح مؤكد ثابت مدقق محقق بعدد المعاقين أو متحد الإعاقة في مصر لأن الإعاقة متعددة ممكن تلاقي حركية سمعية عقلية لكن ده معنى إيه؟ معنى إحنا ما عندناش مسح اجتماعي حقيقي ما عندناش رقم نقدر نؤكده تبني عليه الدولة في كل مجال من مجالات الدولة سياستها تجاه حجب أو عدد المعاقين في نوع الإعاقة دي ولما ما نعرفش يبقى ما نش هنعرف نواجه ومش هنعرف نساعد ومش هنعرف نعاون ومش هنعرف نقف جنبهم ومش هنعرف نتعامل معهم بالطريقة الواجبة اللازمة الإنسانية والدستورية لهم تاسعا المعاق في مصر يعاني معاناة جبارة في الحياة اليومية نقلوا مواصلات مثلا قولي محطة مصر محطة سكر حديد قولي أي موقف أوتوبيسات في مصر قولي الأوتوبيس نفسه قولي الأطر نفسه مجهز لاستقبال معاق على كرسي بعجل مثلا أو كفيف قولي هل أقدر أنا ككفيفة هدخل محطة مصر فلاقي قدرة على أن أنا ألاقي مكاني والمقاطر اللي أنا ورايح به وجاي هل أنا وأنا معاق حركيا في أي إمكانية أن أنا ألاقي حياة سهلة طبيعية بتتعامل معايا بأن أنا أقدر أروح واجي بإعاقتي بكرسية بنفسي حتى مغير محطي زوقي وراي فاعرف هاركب القاطر اللي راح سكندرية اللي راح أسوط هل ده ممكن موجود هل وانا واقف على الرصيف في مصر في المحطة معاق من أي نوع من النوع العاق اللوتوبيس معدي هعرف هاركبه في حاجة تنزل كده باللوتوبيس فأنا أطلع الكرسي وأطلع عليه أو أزك وأعرف أطلع عليه أو كفيف فأقدر أتلمس بصطريقة صحيحة الطلوع وإلا إحنا معتبديم على التكافي الاجتماعي ويلا ما عليش يخد بإيدي حاجه يبقى إحنا مش مجهزين يبقى دي مشكلة من المشكلات إن المجتمع لا يعترف في طرقه في مبانيه في مبانيه في مصر مجهز لذا فيه السلالة اللي تطلعها عشان الكرسي أو إنه بينا للمعاق فيه دا طب كم جراش في مصر اللي فيه أماكن مخصصة لسيارات المعاقية يبقى إحنا لابد أن ننتبه إحنا بنعمل إيه في أولادنا أو في أهالينا أو في أخواتنا إلي ربنا سبحانه وتعالى اختبرهم بهذا البلاء ويمكن الجهة الوحيدة أو الشي الوحيد الأنصف هؤلاء هو الدستور المصري اللي بيكرهوه ده اللي مش عايزين يطبقوه واللي خلى فيه مجلس النواب الزام بانه ما فيه معاقيد الدستور المصري اللي بيكرهوه واللي بيحربوه واللي بيحلطوه واللي مش عايزين يطبقوه واللي بيكرهوكو فيه ليه لانه بينصف وبيدي كرامة للمصري وبيدي الدموقراطية للبلد وهم عايزين ده الكرامة تبقى منح والديمقراطية تبقى على المزاج سابعا المشكلات التعليمية او سامنا سامنا المشكلات الاجتماعية بمعنى المحيط الاجتماعي بيتعانل ازاي مع المعاقف مصر احنا متعلمين كيف نتعامل كيف ننظر يا نظرة العطف والحنية الجميلة اللي طلع مننا دي دي خطأ التعامل بالاشفاق ده خطأ هل احنا ندرس لولادنا في المدارس في اي منهج من المناهج انه هل بنتعايش مع بعض ومنتضرب وبنكبر هل احنا نتعامل مع المعاقف ازاي بطريقة عادية وما تجرحوش العين المشفقة النظرة المشفقة جرح تمييز فانت عندك مشكلات اجتماعية بفعل مشكلة المحيط الاجتماعي لا تعلم ولا عارف ولا فاهم يتعامل مع المعاقف ازاي الطريقة القديمة بتاعة المصريين والجمال في الريف لما اسره ربنا سبحانه وتعالى يختبرها بابنه مثلا عنده مرض واعاقة ذهنية فعلى طول يبقى البركة ونتعامل على انه البركة ليه نعمل الحنية المجتمعية كده وتخفيف على ازمة الاسرة فطولة ده البركة وده كلام جميل ولطيف وكل حاجة وجزء من حضارتنا يعني انه وثقافتنا الشعبية الاصيلة الجدعة كريمة انما هل احنا ترجمنا ده في قواعد علمية بجد للتعامل الاجتماعي مع المعاقف الاجابة لا سابعا مشكلات التعليق هل احنا مدارسنا مجهزة لا نعمل مدارس مخصوصة هل هي جهزة فعلا متوفرة متاحة ولا ادماجهم ادماج المعاقف في التعليم العام مع الطلبة اللي مفهومش اا يعني اا تميز بمرضهم هو الواجب والافضل الى اي درجة من الاعاقف هل احنا مجهزين هل عندنا مناهجنا للطلبة اللي يعانوا من كف البصر معمولة بطولة برايل هل ده موجود يا جماعة وكتير من ده وسائلنا التعليمية واحنا متعامل بما فيها الصبورة بما فيها مش عارف ايه بفيها اي حاجة سائل علمية دي تعليمية دي هل احنا هل احنا في ذهننا ده هل عملناها الموجود في مدارسنا الاجابة بالمناسبة لا سادسا مشكلات الاجهزة الطبية المتوفرة اولا الطب والهندسة الطبية والاجهزة الطبية المعينة والمساعدة والمعاونة والمسهلة والميسرة لحياة المواطن اللي بيعاني من اعاقبه سواء من طفولته او ربنا سبحانه وتعالى يعني اختبروا في اي من مراحل عمره بهذه الاعاقة كثيرة عديدة جديدة جدا وممتازة ومتفوقة للغاية في الاعانة والمساعدة والايد الطرف الصناعي الجديد بقى مختلف عن الزمان هل الاجهزة دي مدعومة بتجيبها مدعومة ونديها لمعوقن مش الاغنية بس مثلا منهم يقدروا يتمكنوا منها موجودة في كل مستشفياتنا او في مراكز تأهلنا خد بالك ان انت عندك نسبة بالارهاب الحقير اللي موجود في بلدنا فيه من نسب من المصابين في يعني عنوا من اعاقات سواء مدنيين او جيش او شرط عندك ده عندك الاجهزة دي بتتعامل معها باعتبارها خدمة من السلعة ربط ووفرها للمعاقب في مصر ومدعومة ولا خدمة من السلعة معرضة لل للأسعار العالية وناس تخذوها وناس ما ياخدوهاش واخد بقى وروحها للريف المصري ويشوف بلادنا هناك بقى ومعاناتهم المعاقية ولولا الجمعيات الخيرية ولولا أهل الخير ولولا التكافر الاجتماعي دولة سايبا أبنائها في هذه المأساة خامسا طرق تربية الطفل المعاق زي الأسرة تربي ابنها وكمان نفسها وكمان إخوات الواد أو البنت دي حاجة مهمة جدا لأنه احنا بنعمل ايه احنا ممكن يبقى عندنا رعاية زائدة جدا للطفل المريض فنأثر على الطفل اللي مش مريض ويبقى حاسس إنهم يسحب الاهتمام لصالح أخوه أو أخته اللي ربنا سبحانه وتعالى اختبرها واختبر العيلة كلها بالامتحاد ده يبقى أنت لازم لازم تدي دروس لازم تأهل الأسرة اللي بيجي عندي أسرة عندها طفل معاقب وجاي عشان مشاكل الصحية وعلى طول أنا يبقى عندي برنامج الأسرة أول ما يحصل دي إنه في أسرة فيها طفل معاقب أو إنه أحد أفراده الأسرة أصيب بأعاقة في أي وقت في الأوقات فعلى طول جزء شامل في الخدمة هي الأسرة نفسها الأخصائي بقى لي يقولوا تعملي كذا وتعمليش كذا والصرفي بالطريقة دي وادل إذا تعرفين عيانه السكر لما يروح لدكتور السكر ويديله الكتيبات اللي اعمل وتعملش كله ما تكلش ورياضة هو نفس الحكاية دي لازم أنا بشوف أمهات بطلات بطلات بيتعابلوا مع أولادهم اللي عندهم مرض ببطولة رهيبة وها بتشتغل وها بتكفح وابنها في عينيه وشيلاء وعايزة وخالصة على تعليمه وتروح عونوهم سعدوهم دولة بطلاتنا يعني واحدة من من أهم كاتبات نصر وسيدة عظيمة ومستاذتنا كلنا يعني ابنها كان بكلام بقاله أربعين سنة كلام ده 30 سنة كلام ده وفي عز نضالها وكفحها وبهنتها العظيمة وهي ابنها شيلة ابنها في عينيها وبتخدمه وبتحرص على تعليمه وبتحرص على صحته واحدة يقول يا ربي ايه القدرة الجبارة لربنا سبحانه وتعالى بيديها للأم المصرية عشان تقف جنب ابنها المعاه احنا مش وقفين جنبهم مش جنب هؤلاء الأمهات او حتى نوفر عليهم نطبطب عليهم رابعا مشكلات التوظيف في فيلم أمريكان في أفلام أمريكاية شهيرة وكتيرة جدا اي حد من الهوات المشاهدة للأفلام يعني يعرف انه سيقولك ايه سي اي 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 مقر السي اي 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 وبقى الجواسيس وبيتابعه وتلاقي موظف في الفيلم سي اي 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 مفروض على كرسي عجل مشلول وبيشتغل وكتير منده بقى كتير منده وده حقيقي بالشغل السليمة انا بقى عايز اشوف احنا عندنا في مجالاتنا بقى اه المعاق لو تعين ضمن الخمسة في المية يبقى حاجة كده يعني من كرم الدولة وفي جهات يعني بتعمل ده بأمانة وفي جهات ما بتعملش ده أصلا انما الحقيقة في مهن مش محتاجة يعني واحد قاعد على كرسي اه بشغل شغل مكتبي او هندسي او طب ويعني ايه يعني ايه ضرورة انه عايزه بطل سباق جاري ليه شايف ده قبل ما يخلهوش اهل الوظيفة اللي هو الخمير فيه عشرات عشرات بقى عشرات عشرات ايه آلاف من هذه الحالات فالك شوف المجتمع الغربي اللي هو من اول الشارع والمواصلة عامل حساب للمواطن المعاق والغاية الوظيفة والشغل والزكاء ومحترم مهاراته وكفاقته احنا عندنا لو حد اصيف في العمل خلاص اصابة عمل ومعاشه مش انه يكمل في الشغل وانه يستمر ثالثا لا يوجد تأمين صحي شامل للمعاقين في مصر يعني يبقى مشكلته مضعفة على مشكلة المواطن المصري العادي هل احنا في قانون التأمين الصحي الجديد اللي هتقدم اجلس النواب فاهمين ده كويس عارفين ده كويس مقررين انه المعاق تأمينه الصحي على نفقة الدولة كاملة ولا بنسيبه برضو نهبا للظروف الاقتصادية والاجتماعية ثانيا شوف العذاب اللي بيجده صاحب الاعاقة لما بيروح مصالح حكومية بولك من اول ان الاماكن مش مخصصة اساسا لاستقبال متحد الاعاقة باي نوع ولا باي طريقة وفي المعاملة وفي كل ما يعني الحقيقة ممكن هتلاقي طبعا موظفين يمتلكون من الرقة والشفقة اللي هي وحشة اللي هي مش اول ما بتدي احساس بالتمييز علشان الظرف الصحي يبقى انت الحقيقة مش بتأمل حاجة زي ما انت بتصور انها حاجة كريمة واخلاقية وقال بطيب وشوف عاملهم ازاي مش حقيقي انت لازم توفر حقه وتتعامل بعدالة معاه ومع ذلك برضو الطيبين كتير يعني على الال النفس الطيب ده اللي بينقذ الموضوع انما انت مجهز مؤهل مهيئ كمصالح حكومية للمعقيد لا لجابة لا اولا مشكلات الجهات المسؤولة عن موضوع الاعاقة في مصر اصلا تعدد المجالس وتصارعها الوزارات وتشابكها الاختصاصات وتنوعها وتناقضها فما حتى ما تستطيعش انك تقوله انت مطمئن ان في جهة ماه شايف المشهد كله وعندها الحلول كلها وعرفة تحل المشاكل او عندها مستوعبة كل هذه الحالة في مصر ابدا اطلاق الى فصل